موسيقى مساء الخير و أهلا و سهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي المؤشر و كأن جائحة كورونا شكلت صفارة البداية لنظام عالمي جديد هل صحيح أن أسود أيام في تاريخ هذا العالم ما زالت قادمة أي أنها لم تأتي بعد هل نجح فيروس كورونا بإعداد المسرح العالمي للفصل الأخير من المأساة العالمية لماذا تأخر العالم في اكتشاف مصل أو علاج لهذا الفيروس الخطير وهو أهم من العلاجات أو ما يجري اليوم سواء كانت الجائحة فيروس طبيعي أو مصنع الحكام تركوا الملعب لكثير من التكهنات حول نتائج المعركة لكن هؤلاء الحكام اتخذوا من كورونا منصة للتحول إلى نظام عالمي جديد بدأ الحديث عنه في اللحظة الأولى من انتشار الوباء نظام عالمي جديد يختفي فيها النقد يقوم على التجارة الإلكترونية والرقمنة هل ستتعامل الحكومات مع شعوبها عبر المنصات الإلكترونية؟ هل سنعود إلى الحكومة المركزية وتنتهي الدمقراطية من العالم؟ هل كانت فرصة لهذه الحكومات لترويض الناس على نظام جديد؟ كل هذه التساؤلات وأكثر سأطرحها على ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور معن قطمين الخبير والمحل الاقتصادي أنا وسأل الدكتور مساء الخير يعني أسألة كثيرة يبدو بدنا نبدأها عالميا هل أنت تؤيد أنه فيروس كورونا مؤامرة أم أنه فعلا فيروس طبيعي وتم تكيفه كمنصة لتغيرات إحداث تغيرات في العالم كما نراها اليوم على المسرح العالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم يصل مساءك أخي عصام ومساء كل المشاهدين المحترمين واللي في الاستوديو جاء أحد كورونا هي يمكن ما كانش في حلم البشرية أنه في يوم الأيام يعني إحنا بنقرأ التاريخ كله ومع عمرنا ما شفنا في يوم الأيام أنه العالم وصل إلى مرحلة أنه كل واحد سكر على داره من دخل بيته فهو آمن إلا في مكة لما الفتح الإسلامي راح من دخل بيته فهو آمن ومن دخل بيت أبي صفيه فهو آمن اليوم اللي قاعد بصير هو مفاجئة كبرى تعرف يعني كنا العالم كان ماشي بتسارع وتيرة نمو واستثمار وفجأة وقف حالة التوقف هذه ما صارت حتى في الكسادة العظيم اللي هو 1929 وبدأ بداية الأربعينات وكانت يعني بيقول لك هذا أكثر كسادة خارف التاريخ طيب هل وراء مؤامرة هل في واحد سواه هذا سؤال يمكن مش الآن موعد أن نلاقيه حل فيه الغاز بالتاريخ منها مقتل كندي والغاز كثير بالتاريخ نعم ما راح نعرف النتيجة لكن اليوم احنا بيشوف النتيجة هل العالم تأثر؟ تأثر جدا وبعدين تقدر تقص الخبر والأثر بعد ما تشوف شو النتائج ومن سيستفيد نعم كل العالم ترنح مثل ما بنعرف الاقتصاد العالمي كان تقريبا عام 2019 كان حجمه حوالي 86 تريليون أمريكا كانت رقم واحد وما زالت أمريكا من 1871 وهي رقم واحد في العالم نعم وتعزز دورها بعد الحرب العالمية الثانية وكل الحروب استفدت يعني وهي التي صممت النظام العالمي الذي نعيشه اليوم وهي صممت بالضبط بعد 1945 لما أنشأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعدين اتفاقيت بروتل وودز ولغت الذهب وخشت عن الدولار هي المسيطرة هي الاقتصاد الأكبر 25 بالبنك اقتصاد العالمي وبعدها فيه دول منها الصين لذلك السؤال دائما هو هذا السباق اللي ما بين الصين وامريكا كل العالم يحاول أن يشوف هل هو سبب المشكلة وخصوصا الأصوات المرتفعة الآن في أمريكا أنه الحق على الصين والصين بتقولك الحق على أمريكا هناك اتهامات مبادلة هو من أين جاي هذا الصين قطب هي كانت قطب يعني هي ما زالت قطب أمريكا قطب الصين كانت عام 1980 اقتصادها حوالي 306 مليار دولار كانت بعيدة جدا عن اقتصاد أمريكا في هذه اللحظة أعتقد اليوم كمان لا زالت بعيدة لا دقيقة لا مش بعيدة هل قريبة جدا بالعكس هي إذا بناخذ 1980 306 وكان اقتصاد أمريكا 2.8 فبتتكلم أنت عن 9 أضعاف أمريكا اليوم اقتصاد أمريكا 21 تريليون اقتصاد الصين 13 تريليون بس إذا بنقيصه بالPP اللي هو تعادل القوة الشرائية أمريكا الصين رقم واحد الصين 27 تريليون بالPP وأمريكا وراها مباشرة فهذا اللي عامل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية لا اقتشفنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في كل مستورداتها جزء كبير من مستورداتها على الصين الصناعات الصينية تغزو الولايات المتحدة اليوم 100% وهذا المشكلة الحقيقية نعم هذا المشكلة الحقيقية نبارح لما ترامب يحكي عن بدي أقطع أنا علاقاتي تجارية واقتصادية مع الصين هذا كان يعني انذار حرب هل تعتقد أنه هل تعيد ما يقال أنه والله كل هذا يعني هذا الضجيج الذي يجري والمصاحب لكورونا هو قرع لطبول الحرب من نوع آخر يعني هل ستطيح الصين يعني بالولايات المتحدة من مقعدها الأول في الاقتصاد العالمي ويعني تصبح منافس شرس في برضو نطلع على سباق التسلح يعني نبارح فاجأ العالم ترامب في عز كورونا عم بيحكي عن صاروخ يسمك سرعة الصوت 17 مرة طبع لهذه التحديات وهذا هاي أليست طبول الحرب يعني من وجه التدرك طبع ولأنت سرس سألني أربع أسئلة معلش خلينا نيجي للسؤال الأخير هل هناك طبول الحرب وهو دائما هناك طبول حرب في العالم يعني حتى كسنجر قبل كم من سنة قال من لا يسمع طبول الحرب هو أصم كل لحظة فيه طبول حرب لكن الحرب الحقيقية اللي يعرفها بالعصاء والأسلحة هاي مش موجودة ولن تكون موجودة تخيل حرب اليوم بين الصين وبين أمريكا بالسلاح مزبوط أنه الترسانة الأمريكية قوية جدا لكن الترسانة الصينية برضو قوية وهناك من يقول بأنه أمريكا تحتاج الصين أكثر من الصين تحتاج أمريكا يعني أمريكا تحتاج اتصاد الصيني للأسباب اللي أنت ذكرتها واحد منهم أنه المنتج الصيني بروع على أمريكا بالدرجة الأولى والمستفيد من المواطن الأمريكي وبالتالي إحنا بنوفر قاعدين كحكومة أمريكية بقول لك يا أخي بخذها المنتج وعيش فما تعانيش من تضخم ما تعانيش من ارتفاع التكاليف بالجانب الثاني الصين دولة مقرضة لأمريكا يعني 1.3 تريليون اللي هو استثمارات في الخزن الأمريكي فالعلاقة بين الصين وأمريكا معلاقة تبادلية يعني ما بستطيع واحد فيهم عيش بدون الثاني أيضا هي مصنع للشركات الأمريكية يعني الأبل فون وكله شغال ومصانع يعني يعني قاعدين بنتجوا فقصة أنه يصير حرب أسلحة أنا لا أعتقد طبعا الحرب التجارية كانت بادي قبل الكورونا يعني كان في حرب تجارية قائمة قبل الكورونا ومتوقع أنها تستمر بالعكس وبعد الكورونا رح يصير في من النظريات الموجودة أنه رح يصير في سياسات حمائية أكثر سياسات إغلاقية أكثر ابتعاد أكثر عن مبدأ العولمة يعني إذا بدأت ترسم صورة للنظام العالمي الجديد نحن متفقين أنه في نظام العالمي الجديد طبعا يعني لا يمكن أن يكون العالم بعد كورونا كما هو كان قبله لا في العولمة ولا في التجارة ولا في أسلوب التعامل بين الدول ولا العلاقات بالدول هناك قوة ستخبو هناك قوة ستصعد يعني هل نستطيع اليوم أن نرسم صورة للنظام العالمي الجديد ما هي علاماته يعني برأيك شوف سيدي أول مفردات في الصورة هو العلاقة بين أمريكا وبين الصين ويمكن حكينا عنها شوية أنه رح تزداد الوتيرة الحرب التجارية أكثر بين أمريكا وصين ما لم تأتي حكومة أمريكية يعني عندها فلسفة مختلفة الجانب الثاني هو منطقة اليورو منطقة اليورو تعتبر من أهم الاقتصاديات في العالم إذا بنأخذ الجي سوفن الدول العظمة السبعة رح تلاقي أنه كلهم أوروبيات مع أمريكا هذا قد يؤدي إلى انفصال ما حدث في الكوفيد يمكن يؤدي إلى انفصال في منطقة اليورو العولمة كنظام العالم القديم اللي كنا نحكي فيه عولمة وبعدين استفردت أمريكا بالصورة كلياتها هناك من يقول أنها ستنهار اليوم كل واحد فينا رح يفكر في كيف أنه يحمي اقتصاده لما وصلنا لمرحل الحظر ومش قادرين نستورد ونصدر إحنا كدولة مثلا في الأردن صار أن توجهنا على الصناعات الوطنية طيب كيف لما يكون فيه اقتصاديات قائمة على المنتج الصيني الصين هي فاكتوري أوف دي وورد يعني هو مصنع العالم فالآن الغرب نحن نستورد بالأردن من الصين مليارين من الصين بس البوينت اللي أنا أقولها أنه الاعتمادات يعني اعتماد الاقتصاد الأوروبي على الصين أكثر من اعتماد الاقتصاد الأوروبي على الصين وتداخل العلاقة بين الصين وأوروبا والصين والعالم الآخر أنت بتتكلم قاعد عن هذا هون صار فيه وقفة لذلك مثلا دول زي دول الأوروبية وأمريكا رح يصيروا يفكروا هل ننتج بأسعار منخفضة في الصين ونستمر في الإنتاج ولا ممكن يصير فيه مشكلة فخلينا نعزل الصناعات الوطنية النظام العالم الجديد ماشي بهذا الاتجاه هو يمكن هي تكون فرصة لإبعاد الصين شوي وطبعا هذا رح يؤدي إلى وقف النمو الاقتصادي فيها اللي استمر لأكثر من 10 سنوات حوالي 10 ممية طيب خطار الرقمنا دكتور يعني ما يبدو أنه الجائحة كانت فرصة لأن يتم تسريعه نعم اليوم بدك تشتري بدك تأخذ راتب بدك تأخذ منصة وهذا يبدو أنه سيستم ماشي بالعالم وكأنه العالم اليوم وزع عليه روشيتة واحدة سووا واحدة 2-3-4 يعني في قائمة تعليمات يعني من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى الشرق في روشيتة واحدة تتابعها الحكومات مي في البيت في كل دول العالم لجأوا إلى المنصات في كل دول العالم لجأوا إلى الحظر ومنع التجول في كل دول العالم أعطوا قضايا التباعد في كل دول العالم تم إغلاق الاغتصال بشكل عام السؤال واضح يعني كيف يروح يقول الألم شوف أربع ثورات صارت لحد الآن من منتصف تقريبا عام 1700 للثورة السعية الأولى لما اخترعوا المحرك البخاري وبعدها في 1800 وإشهي لما صار اختراء إلى الكهروة وبعدها في 1969 لما بدأ الكمبيوتر والآن نتكلم عن ثورة الصلاعية الرابعة 4.2 اليوم اللي صار في العالم هو نقلة خرافية للدخول في ثورة الصلاعية الرابعة نحن كنا نتكلم عنها نتذكر و نقول الثورة الصلاعية الرابعة من أوائل اللي حكيته و الكل كان يتكلم فيها لأنه كانت ظاهرة واضحة للجميع بأنه الثورة الصلاعية الرابعة بنحكي عن الارتفش الانتليجنس ذكاء الصناعي بنحكي عن كل شيء إليه علاقة بالبيانات الكبرى و المفتوحة و الذكية و غيره لكن العالم كان متلكئ فيها اليوم صار هذيك اليوم واحد بيقول لي أنه في واحد طلب منه معونة مالية 20 ليرة كون في عمان و قال له بسحط ليها في محفظة كذا فإذن العالم كله ماشي بهذا الاتجاه وهذا فيه هناك من هو مستفيد من هذه العملية استثمارات العالم اللي صارت في الذكاء الصناعي و في البيانات و هي استثمارات هائلة جدا و كان مرشح أن تضيف للاقتصاد العالمي تريليونات لكن العالم كان شوي متردد أقول لك حتى في عالم في دول كثيرة من العالم منها بعض الدول العربية و دول العالم الثالث ما كانت داخل على الثورة الصناعية الثالثة الكمبيوتر يعني تروع على مؤسسة حكومية خليك معي بس دقيقة لما تروع على مؤسسة حكومية بتلاقي ما في استخدام الكمبيوتر فهذولا ما كانوش داخلين على الثورة الصناعية الثالثة اليوم المواطن العادي و أصغر الاقتصاديات في أي اقتصاد دخل على الثورة الصناعية الرابعة قصة المنصات و قصة الرقمية و قصة الاقتصاد الرقمي راح يكون مثال بسيط جيف بيزوس اللي هو مؤسس أمازون أمازون طبعا ضافه حوالي 180 ألف موظف خلال الأصب أيما الشركات القليلة استفادت ثروة زادت 25 مليار لحظة هذا دليل خلال شهرين ثلاثة فهذا دليل على أنه المستقبل هو للاقتصاد الرقمي للاقتصاد الرقمي طيب إحنا قلنا علامات النظام العالمي الجديد الرقمي اختفاء النقد و يبدو أنه العالم عم بودع البترول كمصدر أول للطاقة شعير لكن السؤال الأهم يعني إلى أين يذهب العالم إلى أي مدى في هذا التطور السريع والعاجل وهل الناس جاهزين يعني أنا بحكي عن الفجوات بين الدول أنا بدأ أدخل الآن على العالم العربي يعني العالم العربي موصوف بأنه عالم متخلف يعني تكنولوجيا متخلف رقميا التسارع في الرقمنا أخذ شوط طويل يعني الحكومات ما جمعت والحكومات من بيانات عن البشر في شهرين كانت ربما ستحتاج إلى سلوات للتجمع اليوم يعني خد مثلا الأردن الحكومة من خلال المنصات وا 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 سطعت أن تجمع بيانات يعني كانت ستحتاج إلى ربما سنوات طويلة لجمعها يعني ما المستفيد؟ يعني هل الاقتصاد مستفيد؟ هل الحكومات مستفيدة من هاي؟ يعني ما المستفيد من هذه الحركة السريعة؟ أتبعا أشوف فكرة الرقمنة أنه يفترض أنت كمواطن تستفيد هذه فكرة الرقمنة يعني في تقرير الـ KPMG سوء عن حكومة دبي بعد ما طلعوا قانون اللي نشر وتبادل البيانات والمعلومات وقالوا أنه الاقتصاد الإماراتي سيستفيد حوالي ستة سبعة مليار كناتج محلي إجمالي بسبب فتح البيانات إذن البيانات مفيدة للاقتصاد هذا عند الدول اللي بتعرف شو تسوي فيها إحنا الأردن ودول أخرى كثير استفيد جماعة البيانات وبعدين شو راح تسوي فيها؟ بدك تستخدمها للضريبة؟ هون بصير فيه هذا راح نسألوه الفكرة في البيانات أنها تكون ذكية ذكية لشو؟ لا صنع القرار يعني اليوم العالم بتكلم عن كيف تصنع قرار بناء على بيانات وبالتالي قرارك بيكون ذكي هذا هي فائدة البيانات أنه صنع القرار سواء في الشركة سواء في الدولة سواء في الاقتصاد العالمي البيانات هي مدخل مهم جداً لانتخاذ وصنع القرار دعا تفضل اليوم لما نتكلم عن شو اللي مين مستفيد أنا أتوقع أنه كويس نكون كلياتنا مرتبطين بشبكة بيانات موحدة لأنه إحنا ممكن نستفيد منها لاحقاً لكن لما نيجي نتكلم عن الفرق ما بين الحكومة الذكية بشكل عام عالمياً أنا أتكلم الحكومة الذكية اللي بتستهدف جمع البيانات من أجل صنع مستقبل أفضل لمواطنيها وما بين الحكومة اللي اضطرت أنه ما فيش مجال أنه يحول لك 30 ليراء و40 ليراء إلا من خلال منصة بيانات فهناك فرق كبير لذلك البنى التحتية لكثير من الدول خلال الأزمة هذه انكشفت يعني الدول اللي كانت تدعي بأنه عندها حكومة إلكترونية وحكومة رقمية صارت تدور على أي واحد مارك في الشارع تقول لي سوي لي منصة وبالتالي تكون منصة فاشلة هذه مفروض المنصة تكون من ضمن الأمن القومي المجتمعي يكون هذا البنى التحتية متوفرة طيب ما هو يعني شكل الحكومات في النظام الآن من شكل تتوقع يسوي ذي شوف الحكومات الآن واحدة من النظريات اليوم بتقول أنه برز دور مهم جدا للحكومة ما كانش بارز زمان يعني دور الحكومة اليوم هي المتخذ القرار الأوحد خلال الأزمة وبالتالي كل الأعين العالم قاعدين بطلعوا على شو بده ترامب يحكي شو بده جونسون يحكي شو بده واحد ثاني في العالم يحكي في البداية كنا متشوقين في البداية للحكومة أنها تتكلم لكن بعد شوي أصبح الكلام مفرغ هذا يمكن يجيلك كمان شوي ترامب شغال 24 ساعة جونسون شغال 24 ساعة ميركل شغال 24 ساعة جملة واحدة كيف نخفف معاناة المواطن مش كيف أن تلبس كمامة وعمره ما جاب سيرة البس كمامة واطلعوا بالعصاي بضربك إذا ما لا في اختلاف فدور الحكومات اليوم أتصور أنا نوع من أنواع استشراف المستقبل لازم يكون أنه تحتفظ بدورها التقليدي اللي يفترض كان ممكن الحكومة في العالم هي ممكن وتتدخل عند الضرورة هي الملاذ الآمن لذلك ستبني استراتيجياتها المستقبلية دول العالم كله على أنه لابد أن تركز على موضوع الصحة تركز على موضوع التوقف والتعطل والانقطاع والظروف اللي ممكن ما يقدر تنبأ فيها يعني أنا عندي تساؤل لو اليوم مع ظهور الكوفيد 19 مع ظهور الفيروس ظهر فيروس كمبيوتر يعني لو بنفس الأثناء وإنت قاعد تكافح فيروس كورونا ظهر عندك فيروس جاي اللي وانا كراي وغيره شو صار في العالم كان توقف تماما لذلك النظرة اليوم مستقبلية للعالم بدها تكون نوع أكثر من إدارة المخاطر دور الدولة هي في إدارة المخاطر والتنبؤ فيها طيب برأيك هل سيقتنع الناس بأن تتعامل حكوماتهم معهم عبر منصة أو شاشة كمبيوتر ممكن جدا شوف إيصال إيصال هذا التجربة الميدانية طبعا هذا ثبت أنا أعطيك تجارب من دول أخرى في بريطانيا وفي ستونيا ستونيا مثلا تنتخب أونلاين يعني أنت من خلال رقمك الوطني وتعمل مئة ألف معاملة حكومية هذا تطور الحكومة الذكية والحكومة الإلكترونية والحكومة الرقمية في الإمارات نفس الشيء في السعودية نفس الشيء على الرغم أنهم بدأوا متأخرين فإنك تتقبل أن تصل على خدمة مميزة أنا أعتقد كلها تم نتقبل لكن اليوم أنت لازم تتكلم عن خدمة موحدة خدمة ذكية خدمة مش أدفع فلوس زيادة لما أنا تقول لي أدفع أونلاين تروح تدفعنا زيادة لا يعني مش معقول أنها تكون أكثر تكلفة من لكن تحول العالم في الاتجاه هذا الآن بطل خيار يعني اليوم كان عنا نلعب بالكلام ونقول عام 2020 حكومة لاورقية وعام 2000 جلالة الملك أول من أطلق في المنطقة العربية كلها فكرة الحكومة الذكية ولغاية الآن بعد 20 سنة نحن لم نعناش قدرة أن نحكي عن حالنا حكومة ذكية لذلك أكمل نقطتي أنه فكرة هل يتقبل المواطن يتقبل المواطن التعامل الذكي والتعامل الرقبي على صدر الرحب لكن فيه أساسيات يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن التعليم الإلكتروني بتقبل المواطن لما يتصل معك مواطن من منطقة العينة بالكرك ويقول لك يا أخي أنا ما عندي يعني أنا ما عندي تلفون أحط بلادي فيه أو يحكي واحد من المفرق ويقول لي أنا التلفزيون نفسه القناة الفضائية ما بتيجي عندي فإذا أنت حتى تقدر أنك يعني توفر هذه الخدمات الرقبية ويتقبلها المواطن بدك تتأكد بأنه المواطن عنده البنية التحتية طالب الجامعة الآن اللي قاعد بصيح بيقول لك يا أخي أنا فرضه عليه أتعلم أونلاين طب أنا واحد وديلي أول مبارح بيقول لي أنا طلبه مني الأستاذ دكتور طلب منه برنامج ينزل على الكمبيوتر في البروجيكت مانيجمنت في إدارة المشاريع والعلامة عليه قال لي كمبيوتري وأما هذا البرنامج فلازم أغيره طب ألمين أغيره غير عند آلاف عشرات لآلاف من طلبة اللي ما عندهم كمبيوترات حديثة إذن حتى تيجي أنت تفكر في الانتقال إلى الحكومة الرقمية وتقبل المواطن في واجبات عليك أنت قبل ما تكون عامل إشي اسمه e-government بده يكون عامل إشي اسمه e-citizen طب احكي لي بالنواطن عن تجربتك عن المنصات التي تم اطلاقها في الأردن عوالي 20-30 منصة أنا أعطيك أكثر من تجربة يعني تعليم محافظة إلكترونية يعني كل هاي تخيب ليها من وقت تجربتك أنت ما أنا أكيد أنت على التصال مع النحو أنا تكلمت أنا تكلمت عن المنصات تعطينا ملاحظاتك وبالتحديد تكلمت عن منصة مثلا التشاريح stay home نعم منصة التشاريح اللي صار فيها خطأ تقنية جو ما حكوا لإخوانو طلعت وزارة الرقمية وقالوا أنه صار عندنا خطأ من الساعة كذا للساعة كذا لكن هذا كلام صحيح وبعيد على الدقة لأنه الخطأ كان ما قبل الساعة وما بعد الساعة يوم أنت لما تيجي تقول لواحد بدي روح على المستشفى أطلب إذن دكتور مستشفى وما بطلع لك تصريح طيب شو استفدت من المنصة يعني نحن نتكلم عن الخدمة الخدمة في وفاء بالخدمة صحيح لذلك الابتعاد كان عن المنطق في استخدام الرقمية يعني وين الخطر؟ الخطر أنه أنت كحكومة ماشي على الطرق التقليدية وماشي أمورك يعني بتروع على دائرة بتلاقي شباب محترمين بسلموا عليك بيحكوا معاك بيحلوا لك المشكلة بتأخذ ساعتين ثلاثة اليوم تطلع ترهكل الإدارة تطلع رقميا وما ناسي رد عليك وصار عندك استفسرات فهذا الخطر لذلك شكلت مشكلة كبيرة وتكلفة اجتماعية وإنسانية هائلة وما زالت تشكل اليوم لما يتصل معاك شباب بيقولك أنا مقدم على تصريح بيزنس مشان أطلع أشتغل وكان معطيني ثلاثين بالمية تعرف كان وبعد شوي رفوعه ستين بعدين مية قال أنا بعد يعط ثلاثين كل ما أضيف موضوع فبالتالي فيه فشل في موضوع المنصات المنصات لما تكون أنت مسويها فيه تصميم منطقي وفيه لوجك في تصميمها وبالتالي فيه عندك لازم يكون معاها أدوات مساندة وين مراكز الاتصال اللي مش موجودة نحن حكينا عن مركز الاتصال كان فيه خلل في ضمان اجتماعي وبعديها بحكو معي الناس بقولوا بنحكي مع وزارة العمل فيه خلل فيه ما حدش برد بنحكي مع ضمان اجتماعي ما حد برد طيب يعني الحكومة الرقمية لا تعني أنك اذهب أنت وربك فقاتل الحكومة الرقمية معناته أنك توفر منصة قادرة على الإفاء بالمتطلبات وإن حدث أي خلل أنك تعدلوا بسرعة ويكون عندك طرق أخرى مثل الاتصال التلفوني دخلنا على الشأن المحلي لكن من باب المقارنة أنه العالم بروح بسرعة على الرقمية وإحنا يبدو بسرعين أيضا نحو الرقمية لكن يبدو أنه بحاجة أكثر لتدعيم البنية التحتية إحنا بحاجة لإنشاء بنية تحتية ولا تدعيم لأنه ما هو موجود هل تعتقد أنه كل الجهود التي أنفقت على مدى السنوات السابقة لم تبني بنية تحتية طبعا لا وأستطيع أنا وإياك نحتكم إلى أكثر من مؤسسة دولية يعملوا أناليسج ورح تلاقي أنه تصنيف الأردن في الحكومة الإلكترونية حوالي 96 من 100 من 100 دول بس المسؤولين بينما أنت بدأت بتغنوا بقول لك نجحنا بالمنصة ودخل عليها 170 ألف و 170 ألف اشتروا عن طريقة المطاعم مشيت ما شاء الله الناس أردن بس أنا بشوف المطاعم بالعكس الناس بتصوف على الدور ما بتتأكد لا ما بتستخدم منصات الإلكترونية نحن بدنا نقول نثني أولا على جهود كل واحد شارك في أي شيء إيجابي في الحكومة الأردنية لكن احنا توقعاتنا أكثر لأنه احنا عندنا قدرات أفضل يعني اليوم المنصات سؤال بطرح نفسه المنصات اللي تم إيجادها هل قامت بعملها شركات مختصة في المنصات الرقمية مختصة في مثل هذه الأمور في الحكومة الإلكترونية هذا سؤال مهم مثل ما الملكية هي اللي فقط أفردوا لها إنها تطير على كل أنواع أنحاء العالم تجيب ركاب وتركوا كل قطاعات الأخرى شركات طيران الأخرى وحرموها من هذه الفرصة على الرغم أنهم وفروا خدمات يعني تذاكر أقل نفس الشيء سوء إحنا ما بنهاجم عشان المهاجمة إحنا في عنا مثل هايو في رؤية لجلالة الملك بيقولك أنا أفاخر في الأردنين والأردنين وين مأروح هم بفاخروا في لكن بدنا نفاخر مش عارفين نفاخر فإذا إذا أنا بدي أفاخر كمعنى القطامين وأحكي حكومة رقمية بدي أكون في عندي حكومة رقمية بحجم الأردن اللي بدت موضوع الحكومة الرقمية من عام 2000 إلى اليوم وحنا بنحكي فيها بدي أحكي كمان شغلة ثانية أنه أكثر الخبرات العربية أكثر الخبرات العربية تميزا هي خبرات الشباب الأردنيين اللي كانوا جزء وما زالوا من جميع التجارب الحكومات الرقمية في العالم العربي وين هذول الأخوان وين الناس ما تشتعينوا فيهم طيب يعني يبدو أنه يعني الموضوع الرقمية في هناك إخفاقات كما فهم 100% كلامك طيب أين سنكون إحنا كعالم عربي وكأردن في ظل نظام عالمي جديد الرقمية هو أساس العمل فيه والبزنس هو تجارة إلكترونية والعولمة لن تصبح يعني ستصبح رقمية أنا يعني باعتقادي أنه العولمة التغيير الذي ستحدث فيها إلى الرقمية عولمة رقمية وين يعني بس عشان ننتقل بعدين للشأن المحلي بشعب إحنا إذا بتتكلم مرة أخرى إذا بتتكلم عن وين إحنا أنا بقول أولا لابد من وضع هدف استراتيجي أردني حقيقي يتم مقارنة معياريا مع دول العالم وتم توفير الموارد الكافية له وهو أن تكون لأردن أو الحكومة الأردنية لكومة رقمية بحلول 2025 خلينا على 2025 عندهم هدف الريتش أنا بدي أشوف تطور ويكون ترانسبرانت وشفاف وواضح بحيث نقول إحنا استطعنا أن نمشي باتجاه الحكومة الرقمية الثاني أهم شيء إذا ما حكينا في البداية هو البيانات البيانات المفتوحة هي واحد من أهم أسس الحكومات الرقمية أنا أدعو الأردن إلى تبني طرح قانون للبيانات المفتوحة وليس حكومة مفتوحة وماشيين على وماشيين على open data barometer راح تلاقي أنه إحنا مش open data إحنا مش إحنا ما عنا بيانات مفتوحة لذلك لابد من فتح البيانات وطبعا فتح البيانات موضوع آخر لا يعني أنه كل شيء مفتوح وبلاش لا فيه أمور واضحة وفيه علم بتكلم عن تصنيف البيانات خمس نجوم وهذا اللي بتمكن من خلق فرص عمل وبيتمكن من أثر كويس في الناتج بهالي جمالي طيب قبل بلننتقل الشأن الأردني والناس طبعا أحابة تسمع عن الشأن الأردني أكثر لكن طلع كلام كثير أنه الترويض البشر عبر الحظر والإجراءات الصالمة بموضوع المفاضلة بين الشأن الصحي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي وأنه والله لا بكرة بي سير كله عبارة عن شريحة يتم حقنها بالجلب تضمن بيانات الناس وعلى ضوءها يعني يقوموا بتعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا سياسينا بحكي عن الانتخابات الاقتصادية اللي هي عمليات الشراء والبيع الاجتماعية اللي هي إتمام المعاملات مع العبر الدوار الحكومية يعني بدونها أنت ما بتقدر تعمل أي شي وبدونها أنت مش موجود مش موجود على الخلطة طلع كلام كثير واليوم في الولايات المتحدة هناك احتجاجات أيضا على تصريحات لبلغيتس حول هذا الموضوع يعني إحنا مش في معرض أن نتأكد من دقة نهاية المعلومات أو عدم دقتها لكن هل يبدو أننا سنذهب إلى هذا الاتجاه شوف الفكرة الاستبدادي الحكومي العالمي بشكل عام يعني كفكرة ممكن أنها تغري الحكومات حول العالم مدعومة طبعا بشركات بأنه حول هالناس لقطيع زي ما يسموه مناعة القطيع يعني في البداية أنه حولهم لقطيع وبالتالي أنت شو مشكلتك بدك تمنع الجريمة طيب إذا حطيت هالتشب اللي تفضلت تتكلمت عنها معناته خلص أنت عارف مين وقف وين في أي لحظة في التاريخ مزبوط بدك تحارب الإرهاب نفسه العملية بدك تحارب الفكرة المتطرف نفسه الفكرة فهذه النظرية تغري أي حكومة مستبد أي حكومة عالمية مستبد وهل ممكن نصير التفكير فيها أعتقد ممكن جدا نصير التفكير فيها وخصوصا أنه نحن عارفين الآن بأنه الخصوصية الشخصية مع وجود السمارتفون أو الهاتف الذكي غير موجود يعني كان أتكلم معي صديقي لهندي فبيقول لي أنه قريبا جدا قبل سنتين يعني قال لي العالم كله متوجه أنه إذا أنت ما عندك سمارتفون أو هاتف ذكي فأنت غير موجود يعني بالنسبة للعالم يبدو أنهم انتقلوا اليوم للحطر بالضبط فهي هذا النظرية فقال لي إحنا في الهند مثلا بدينا نصنع هاتفنا الذكي وفعلا عنده هاتف ذكي وجاب لي منه نسخة أهديثنا واحد كانوا جاء عندي بحكي عن التلفون وما استمتعتش فيه لكن قال لي هذا التلفون أفضل من الآيفون وأفضل من سامسونج بنفس اللحظة وثمر حوالي 80 دولار إذن العالم كان متوجه بفكره أنه لازم يكون عندك هاتف ذكي حتى تكون أنت مواطن ذكي حتى تكون أنت مواطن بقدر أتبعك وأعرف شو بتسوي ببدأ بترويضك والسيطر عليك فهي لك فكرة موجودة طبعا طبعا طيب بدنا ننتقل بموضوع مبدأ يعني هذا لسه موضوع حتى زي ما حكينا قبل الحلقة أنه من الأسرار يعني يمكن يعني ما نقدر نكتشفها في يوم الأيام لكن هل فعلا إحنا منتجه لحكومة واحدة تحكم العالم كما يبدو عطفا على موضوع رقمنا لأنه اليوم اللي ممتلك التكنولوجيا هو الذي سيسيطر على العالم بشكل أو بأخر هل وراء ذلك حكومة واحدة للعالم هو هذا هذا كلام أقول إعصام هل هناك حكومة خفية حكم العالم هذا سؤال يعني أزلي نعم طبعا هناك يعني من يعتقد بأنه رأس المال الحقيقي هو من يحكم العالم من خلال بتعرف بتكلموا كثير عن عائلة روثشايلد وتكلموا كثير عن اللي مولت الحروب واللي هي بتمتلك المصارف وتمتلك المال فبالتالي رأس المال يحكم العالم نعم هو رأس المال هو اللي بيجيب ترمب هو اللي بيجيب كلينتون هو اللي بيجيب أوباما هو اللي بيجيب كلينتون كمان مرة هذا رأس المال في أمريكا وبالتالي هو اللي جاب تبع فرنسا يعني فرأس العالم يحكم العالم رأس المال يحكم العالم هل هذا رأس المال هل يجد فرصة في أنه يحكم العالم الآن من خلال هذا الوباء هل صنعه الله أعلم هل سيستفيد منه حتما لأنه رأس المال ذكي ورأس المال شايف أمور مش شايفين أنا وياك نعم يعني إحنا بنعد الأيام بالأيام هو بعد الدنيا من النص ثانية صحيح أو عنده معلومات أكثر بالدولار آه بالدولار يعني بعدها إذا ظل دولار هل سيبقى الدولار الدولار حاليا عملة دولية قابلة للتعب الدولار دولار شوف تعلم شو مشكلة الدولار مشكلة دولار كل الناس بصبوا عليه لكن مشكلته أنه الكل حريص عليه يعني الكل لما يهرب ملاذه الآمن هو الدولار حتى الصين فالدولار باقي ما بقيت أمريكا أمريكا بالمناسبة هي لا يقصد فقط قوة اقتصادية يعني نفترض أنه صارت الصين قوة اقتصادية يعني تجاوزت أمريكا وجابت 23 تريليون وأمريكا 21 تريليون طيب صوت شو يعني أمريكا عندها ترسانة عسكرية يعني غير منطقية وعندها ابتكار واختراع إذا شركت أمازون أمريكية تريليون شركت آيفون تريليون أمريكا بتتكلم أنت قاعد عن علم وتكنولوجيا وطب وتعليم فأمريكا قوتها ثقافتها أيضا يعني كلنا بنحكي إنجليزي كلنا بنحضر هولوود الفيلم في هولوود بيجيب قد موازنة الخبز اللي بدهم يشطبوا بالأردن مزبوط لا هذا فيلم هامل بيكون أنا كان السؤال في ذهني كيف إحنا راحين على الرقمنا مثلا ومش قادرين نتدبر أنا ما حبيتش أني مش قادرين نتدبر أموال لدعم الخبز لكن تفضل كمل فاللي أنا بد أقوله إنه أمريكا والدولار يعني راح يبقى الدولار اللي قاعد الآن بيخلي قيمته محافظ عليها شوف الدولار لو أمريكا لحالها أكلت فيلم الكورونا ما عندها مشكلة يعني كان ممكن نتلعضها شوي لكن الكل بأكله بس الله اليوم هي الوحيد اللي يبدو أنها عم بتعاني من الكورونا لا بالعكس تماما أمريكا بيعملوا تست لأنه بيعملوا فحص مئات الألاف أمريكا بيعملوا فحص طيب إحنا ما عملنا فحص بالأردن بس قبل هذا السؤال البترول يعني إيش مستقبل البترول هل سيبقى مصدر الطاقة الأول في العالم أسوأ شيء بالنسبة للبترول أسوأ شيء بالنسبة للبترول يعني أنا شفت الشباب في الأردن مبسوطين أنه نزل النفط وبالتالي المحروقات وكذا طبعا هي البترول يدخل في صناعة الجاكتر تعرف نعم فإذن البترول مشكلته أولا أنه الدول الصديقة والشقيقة والقريبة علينا واللي هي متنفسنا سواء ببعض المعونات والمساعدات والعمال المغتربة نعم هذا قائم على وجود اقتصاديات نشطة لسبب البترول السعودية والإمارات ودول الخليج كلها باني موازناتها على سعر نفط يعني معدل بين الخمسين للستين مثلا اليوم إذا نزل هذا ونزل رح تضطر هذه الدول إنها تلغي الكثير من المشاريع اللي بالتالي ستؤثر علينا سلبا فإذا أثر البترول مستقبله مستقبل البترول معروف إنه رح يظل من هون لخمس سنوات حسب ما قالت كل التقديرات إنه من هون لخمس سنوات مش رح يوصل للمستوى اللي كان عليه وحتى قطاع الطيران يعني قدروه إنه سيرجع لمستوى 2019 عام 2016 يعني أنت بتتكلم عن خمس سنوات عجاف أنا بتوقع إنها الطول أكثر فالبترول طول مكان نازل رح يسبب مشكلة لكل الدول المعتمدة إليه يعني خذ ليبيا ليبيا 98% من اقتصادها نفط خذ ذنزويلة خذ في دولة خذ العراق فها راح يأثر مشكلة حقيقية في منطقتها مولوك العربية السعودية اليوم تعاني ما في دفع وستعاني أكثر إذا اشتمر النفط بهذا المستوى طيب أردنيا نعم ما في قرار اقتصادي كان يؤخذ إلا من خلال لجنة الأوبئة هذا يعني التفوق للموضوع الصحي طبعا أذى الاقتصاد بشكل أو بآخر اليوم انتبهنا أنه لا خلينا نوقف نشوف الاقتصاد وين رايح نعم طيب بدي أسألك هل نجحنا فعلا في الموضوع الصحي وهل سننجح في الموضوع الاقتصادي يعني سؤالة وشقين طبعا لأن الموضوع الصحي زي بتشايف الناس مبسوطة أنه والله نجحنا هل نجحنا في الموضوع الصحي طبعا يعني هل سنبقى معلقين على عداد الأرقام اليوم صفر كورونا بكرة عشرة فات شوفير ورحنا رجعنا للمربع الأول هل سيبقى الناس معلقين على هذا العداد طبعا يعني شو بعدين ماذا بعد شو الخطة يعني أنا عارف أنه أربع خمس أسئلة في سؤال واحد مشاهد أنا رايحك لا وصلت الفكرة شوف أنا بذكر قصة الكورونا هاي في العطوات يعني فورت الدم دايما لما صير واحد بذبح واحد بصير فورت الدم فأبروح بأخذوا عطوة مزبوط إيه اسمع عطوة تحترف صحيح وبعدين بحطوا بهالسجن وبعدين ببلشوا يحاولوا يحلو المشكلة إحنا أخذنا هالعطوة وبعدين واحد مسك هالرشاش ورشوا الكل هذا اللي صار يعني إنجاز ممتاز عندك كون عندك صفر كورونا بس هلأ الحكومة إدركت إنه لا دقيقة مش الموضوع مش صفر كورونا وأنا أعطيت مثال هذيك اليوم زي ما تجيب واحد من أولادك تقول له بدك تجيب 100% في مادة والباقة صفر ما بزبط إحنا فيه توازن لذلك عربة الصحة وعربة الاقتصاد بدهني مشا مع بعض كلنا سعيدين إنه ما فيش حالات وفاة كلنا سعيدين إنه ما فيش حالات كورونا لكن في نغسل أثناء كلنا تعيسين لأنه في عندي أنا تغول على حقوق الشعب الأساسية زي رواتب القطاع العام والعلوات اللي تم شطبها زي معونة الخبز اللي هي حق للمواطن الأردني مش منه هذا حق موجودة ومرصودة في الدستور وبعد سنوات من البحث والتقصي يقولنا لا يوصل الدعم المستحقي فبالتالي هاي الدعم وهاي مستحقي شطبته من أول طلقة فهذا معناته إنه الحكومة لازم يصير فيها عندها توازن اليوم إذا بدنا نشبك الأردني مع العالمي أمريكا قاعد بتفتح 47 ولاية في أمريكا فتح السؤال ليش يعني هل الأمريكان هبل ولا أغبية ولا مش فارقة معهم الحياة لا فارقة معهم الحياة وموت واحد عندهم زي موت واحد عندنا لأنه هذا الواحد أصلا هو بصوت فبالتالي أثره يعني أكثر من أثر اللي بموت عندنا لأنه إله حق بصوت فتحوا 47 ولاية نعم كل الاتحاد الأوروبي قاعد بفتح بريطانيا وأوروبا طيب إذن إحنا شو اللي قاعدين بنسوي إحنا عملنا معادلة أنا في حياتي ممر عليه زيها يوم حضر ويوم فردي زوجي بعدين ثلاثة أيام سيارات عادي بعدين يوم فردي زوجي كان معادلة تخدع الكورونا يا جماعة العيد غطلة العيد غطلة أول يوم يعني طبعا نحترم القرار وبنقول كل ملتزمين فيه لكن لما أنت تكون ماشي بهذا الاتجاه وبنفصل أثناء تطلع عليه وتقول لي أنا بدي أحرم الشعب الأردلي من خمسة مليون مواطن من دعم الخبز وقابلها بشهر كوزير مالية تطلع تقول للخسائر فقط ستة أصيبوا هذا معلاته فيه تناقض في الفكر الاقتصادي فاليوم الدعوة للعودة الأسس الأخلاقية لاتخاذ القرار الاقتصادي مرتبط تماما في قضية مكافحة الكورونا إذا أنا باتخذ قراري الاقتصادي بدون أخلاق معلاته أنا خليني يظل عندي صفر كورونا للأبد اليوم إذا بدك تمنع الطريق الصحراوي أنه يصير عليها حواد الطرق عادي حط دورية على أوله من عند جسر المادبة والدورية من عند المفرز بالعقبة ولا حادث يصير لأنه صفر لكن أنت بدك تكون عندك صفر حركة لا أنت بدك تتوفر طريق أصلا محل آه فإذا بدك تكون عندك صفر حوادث صفر حركة صحيح أما إذا بدك تكون في عندك اليوم بعدما مشينا صح 100% وبعدما الشعب الأردني استجاب والتزم كل يوم أنت طلعت بهدل الشعب الأردني مين أنت اللي تطلعت بهدل الناصي بتروح تحلق شعر الشباب اللي جايين من أوروبا مش معطيهم تعليمات أنت مثلا تحط لي السائقي الشاحنات اللي باك تو باك جايين من السعودية تحط ليه كل عشرة في غرفة وتقول لي حجر فيه تخبط في الاتخاذ القرار عاشت الحكومة على نشوة هذا الانتصار واعتقدت أنه يكفي طبعا بالخبزي وحده لا يحيي الإنسان طيب لا يعني هذا سؤال معلق لكن يعني نحن نترك الإجابة إلى الحكومة بالشيك لا الحكومة الآن لا تجيب لأن الحكومة الآن لا الحكومة ما عندها أجوبة ما عندها أجوبة طب عندها خطة ليس لديها أي خطة يعني بحكم الطلع الخطة التي تبتدئ بحرمان الشعب الأردني من حقه في الخبز فهي خطة فاشلة قولا واحدا لكن طلب لهم أعداد خطة طلب منهم طلب منهم أكيد طلب منهم لكن شوف نحن نقص الأثر نعم مزبوط اليوم أنا وياك وكل الإخوان المتابعين بسألوا حالهم سؤال واحد مصيري يعني بقول يا أخي ألمانيا ليش بتضخ في الاقتصاد نص تريليون بريطانيا ليش بتضخ في اقتصادها ستمائة وخمسين مليار والاتحاد الأوروبي ليش بتضخ في الاتحاد الأوروبي تريليون وأمريكا لاش ضخت ثلاثة تريليون والآن بتكلموا عن كما ثلاثة تريليون يعني ما قولنهم حمير ما بفهموا لا بفهموا والدليل أنه اللي عندنا دارسين عندهم اليوم أنت لما تطلع عليك حكومة و تقول لي أنا أتمنى يكون معي وأدفع أنت بتبين قداش هذا الحكومة خالية من أي خيارات عدم مساندة الاقتصاد الأردني والمواطن الأردني في هذه الأزمة سيكون له تبعات وأثار طويلة متبعات اقتصادية واجتماعية اليوم أنت كان مفروض أنه بدل ما تحرم المواطن من حقه في الخبز 27 دينار في السنة بدل ما تحرموا منها مفروض أنك تعمل العكس تماما و تضعف هذا المبلغ بيطلع بيقول أنا مش قادر أستدين وبيطلع في مكان آخر أنا لما طلع قال إحنا مش قادرين نستدين أنا طلعت وشو قلت قلت هذه المصارحة وهذا الشفافية إحنا بنحترمها وبندعى سبريك بيطلع في لقاء بعده بيقول إحنا نستدين من البنك الدولي الصندوق النقد الدولي وبثائدة زمان كنا نوخ 2% الآن أقل إذا ما تقدر تستدين لما يكون عندك هذا النظرية أنه أنا مش راح أستدين ورايح أتقشف في النفقات الجارية معنات أنت بتقتل الاقتصاد الأردني نعم طيب قبل أسبوع وزير الإعمالية طلع حكى أن العرضات تراجعت 600 وكذا مليون 602 مليون دينار طبعا لأنه ما فيش سيارات تمشي فيش عائدات بنزين اللي بتشكل مليار تقريبا دينار من الضرائب من سلة الضرائب العائدة للحكومة هل تعتقد أنه فعلا الإرادات ستتقل بهذا المستوى أم يعني ستتضاعف بالنسبة للموازنة وهل تعتقد أنه شكل موازني كما هو اليوم نعم يعني قابل للأستمرار أم يجب أن ينسف كليا مئة في المئة شوف وزير المالية قال طبعا هو طلع قبل حوالي أشبوع عشر سيار وقال أنه انخفضت الإرادات 602 عن العام الماضي مش عن المقدر ننتبه صحيح المقدر لسه المقدر حوالي الزيادة فيه في الإرادات هم قالوا الزيادة في الإرادات عن المقدر 700 مليون هلا 700 مليون شكرا فقسم هنا على ثلاثة احنا اليوم ناكل من قسم هنا على ثلاثة اللي هي لنهاية شهر نيسان قسم هنا ثلاثة نطلع 200 مليون تقريبا ضيفا على 600 هاي 800 هاي 800 فإذا نحن نتكلم طب شو تفسيرك لأنه برضو الوزير قال أنه لا العجز سيزيد مليار عن المتوقع لا لا هذا هذا طبعا بسمه wishful thinking لا العجز سيزيد أكثر من مليار انت لسه هو نفسه شو قال ما هو أنا احنا وياك بنتابع بنسبع وبنقول اللي بنشوف وشوف بقول احنا في المعركة ما بنحصي خسائر احنا بنحاول نشوف ايش نوفر للمعركة وانا وياك بنحصي خسائر طيب الحكومة عطلت القطاع العام سمعت القطاع الخاص بالعمل نعم وضمنت رواتب القطاع العام قالت انا رواتب قطاع العام وطلع وزيد المليء قال انا بتعهد فيها وقامل العيد في راتب وبعد العيد يمكن كمان في راتب طب اذا انت غير قادر على تحقيق اراداتك كما هم تقترد حسب التقدير شرح بدك تقترد شرح بدك تمول الرواتب بالديون المديونية راح ترتفع صح ليش ما تفتح الاقتصاد مثلا ليش ما يداوم القطاع العام وين انت جيت الحكومة الغائبة لليوم شوف لما شو التناقض سمحت القطاع الخاص يشتغل مية بالمية الحكومة لا لما اكيد لما الاستاذ ماهر بطير طلع وكتب مقال وقال ما فيش في الخزينة شهر خمسة هذا بشهر أربعة وكان صحيح ما فيش لانه بيقول لك بدي أستدين قامت عليه الدنيا وكلها أجرت فيه اليوم احنا فيه مشكلة حقيقية أولا الشفافية لا تعني انه لما يطلع واحد يقول كلمة تروح انت انفعالي وتقول لا انا عندي رواتب عام 2021 لا اذا عندك رواتب عام 2021 تأخذ انش من انثمام الناس اللي بيستنى خوز هذا راح يظل ما سكلهم إياها ليوم القيام ان شاء الله يتراجعوا ان شاء الله يتراجعوا واذا ما يتراجعوا راح يكون عندهم مشكلة اخلاقية بالدرجة الاولى قبل الاقتصادية وقبل الاجتماعية لانه ونفسه الوزير قال اخلاقيا لازم نوصل الفلوس فهو اللي قال اخلاقيا فاليوم اذا نتكلم عن هل الارادات شو راح سور فيها اولا الارادات ستنخفض اكثر من هذا الرقم وستنخفض اكثر نتيجة لعدم ضخ اموال في الاقتصاد يعني احنا منعرف اليوم اذا بدك تسوي شجرة التفاح يجيب لك تفاح انت مع السياسة التوسعية بتروح بتروح بتشتري بذار وبتزرع اما انك تتوقع تفاح يطلع بدون ما تبذر ما مستحيل هو استثمار فالعالم برا ما عنده الانسانية اللي يعني احنا متوقعها وميركل ما عندها الانسانية ولا جونسون ولا تبع فرنسا هو فاهم انه وانا لما اضخي اليوم فلوس الاقتصاد بتحرك وبيجيني وبيجيني فلوس نعم هذا الخطر في التفكير الحكومي لذلك ستتفاجئ الخزينة بانه العجز راح يكون اكثر من مليار والدليل كالتالي وعطيك ادلة وهناك رقم برضو ذكروا وقال لك اتوقع يكون 3.4% اللي هو الانكماش نعم يعني طبعا للتوضيح انكماش 3.4% ان الناتج جمالي سينخفض بهذه النسبة ب3.4% نعم السؤالي هو كالتالي هذا الكلام كان قبل عشر ايام في 1.4% البنك الدولي طلع تقرير وتكلم فيه عن الشفافية واهميته وكذا وقال انه الاردن هذا ب1.4% راح يكون الانخفض فيها 3.5% المشكلة مش الفرق بين 3.5% و3.4% لا الكلام الفرق بالمدة 1.4% كان وضع باختلف 19.3% نفس البنك الدولي نفس التقرير قال احنا ب19.3% تنبأنا بانه بدل ما الاردن كان متوقع بشهر 10 انها تجيب 2.3% راح تجيب فاصلة نقطة 4.000 مع الزمن لو 1.4% قال لا 3.5% طبعا ارجع اليوم خلينا ما سنوصل الفكرة ارجع اليوم راح تكتشف بانه التراجع اخوي اصلاح في الناتج بحل الإجمالي انا اتوقع والله اعلم واتمنى لا راح يكون يتجاوز 10% مش 13% معناته احنا راح ندخل على كساد اعطيك مثال يعني اذا الانكماش استمر لفصلين نخلنا فساد كساد اردي يعني بعد هذه بعد هذه الفصلين ما نخل اعطيك للمشاهدين هالما ألومة السياحة قداش جابت في السن الماضي 2019 4.5 مليار يعني جابت كم الناتج محل الإجمالي 13% السنة طيب وهي 13% خلنا افترضنا شهر واحد واثنين كان فيه سياحة وقصب 13% يعني اقل من 20% يعني 80% لو تنازل لو تراجعت معناته 10% لا على السياحة السادرات ايضا والسادرات تحولات المقتربين استهلاك المواطنيين لا واليوم بلحكة في الخليج العربي عن تسريحات الشركات العالمية الشركات الخليجية بقبلها على حمل التسريحات اقبلت فبالتالي والحكومات هناك وتخفيض الرواتب تخفيض الرواتب وبالتالي احنا مقبلين على عودة اقتصادنا اقتصادنا على عودة اه اقتصادنا انت حكيت عن انه خليهم يرجعوا لانهم بحاولوا يعني رح يكونوا مفيدين وانا الناس على فكرة يعني يزعلوا مني يمكن فهموا قلط خلينا اوصل لك خلينا اوصل لكل المشاهدين انا حكيت في موضوع عودة المقتربين يمكن فوق الخمس مرات مباشر وعشر مرات في لقاءات لان بديهم يرجعوا لظروف انسانية فليه لي وانا صافن قلت هذه الحكومة كيف بتفكر فكر ممكن تطمع فخلينا نقولهم اياها من وجهة نظر ينطمعهم ونقول يا اخوان هذول الجماعة معهم قروش رجعوهم وعلى فكرة مش بعيد الموضوع عن الحقيقة انت بفصل الصيف عادة شو بصير بصير فيه مغتربين برجعوا برجعوا بطلعوا بس هالمرة هيرجعوا على طول المرة هيرجعوا على طول برجعوا بتحركوا يعني ممكن يشتري له بيت يشتشقة يمكن حرك الاقتصال بحركوا الاقتصال بعملوا شركة بعملوا مؤسسة بالتالي ممكن يخلق فرص عمل لانه بجيب افكار معه فاذا في جانب انساني قوي هو الاول لكن برضو حبينا بقولك يعني نجيهم من طريقة ثانية لكن لا استفدنا بالجانب الانساني طيب انا عندي ظل عندي سؤالية للوقت بالعكس انت زي ما حكينا قبل الحلقة هي بحجلة يعني اكثر بحلقة وكأنه الجائحة هاي صممت للاطاحة بالشركات الصغيرة ومتوسطة ما تعليقك على هذا الجلم يعني يوم منحكي عن الشركات الكبيرة هي القادرة على الصمود وعلى دفع الرواتب وعلى التشغيل وعلى البقاء الشركات المتوسطة والصغيرة حصلت على الدعم لكن غير كافي ما حشرت يعني انا بحكي عالميا وبحكي عن الاردن هو صممت من مبدأ انه ربنا صمم لكن هي صممت للقضاء الأضعف يعني الأضعف هي هزة غربال قوي يعني هي عبارة عن هزة غربال الشركات الكبرى مثلا زي شركات طيران يعني تخيل انت حط حالك محل ايربوس وبوينغ في أكبر منهم في عالم الطيران اعلنوا أول قبل أسبوع يمكن انهم بصدد الإفلاس شهر الإفلاس يعني هذول أكبر شركتين طيران في العالم كل الطلبيات اللي كانت جاي من طيران الاتحاد وطيران الامراء كل الطيران اللي في الدنيا قال لك عدم المؤاخذة بديهش طيراتك أنا عندي ما يكفي ده بدك تعال خذ عندك شركات الفنادق العالمية يعني ماريوت قبل شهر نزل سهمه ماريوت العالمي اللي يعني امبراطورية السياحة والسفر نزل إلى 50% فإذا بتتكلم عن قطاع السياحة قطاع الضيافة قطاع كل شيء له علاقة بالترفيه تدمر لذلك هو صمم للقضاء الأضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة احنا اكبر شركة عندنا في الأردن تعتبر متوسطة في أمريكا الشركات الصغيرة والمتوسطة والرياديين دمروا تماما وخصوصا اللي مش بس الأضعف الأضعف واللي في الدول الأضعف يعني زي الأردن اللي قلت له روح تخذ من تعطلك في الضمان قدم على خمسمائة مليون خمسمائة مليون بترحل البنك المركز بيقول للبنوك بتقدر أنك تنزل من سبعة من مئة لخمسمائة خليهم يستفيدوا بيجي الشرك كم واحد صغر مقدم مئات لألف كم واحد أخذ ثلاث تلف كم من أعطاء ثلاثم مليون يشوه الكلام فإذا بتتكلم أنت مين استفاد من الشركات الصغيرة ولا واحد والبنك نفسه استغل الظرف قال لك أنا بعطي عميري السابق إذا عندك معامل مائي سابق تمام يعني أنت كنت متأثر زوان دوم متأثر في الأردن يعني خلينا نطلع على شغلة كثير مهم من الناس يفهموها إحنا ما مش دعاة سلبية والاقتصاد هو علم مش وجهة نظر صحيح إحنا لا إحنا بنقول بنقول إحنا أنه نتمنى أنه ربنا يشيل هالغمة وزيل هالغمة عن هالأمة كلية لكن ما بعد الكورونا بدنا نكون كنا جاهزين نفهم يعني ما بعد الكورونا بس السؤال الأخير إذا سمحت لي دهمنا الوقت يعني إحنا قلنا أو توقعنا أن الحكومة ما عندها خطة لما بعد الكورونا وواضح أنه هي بتشتغل يومي يعني بشكل يومي بالميوم على نصيحة ورأي وتوصية لجنة الأوبئة هي اللي بتقرر افتح المساجد بتفتحوها باتفتحوش باتفتحوش تفتحو الأقتصاد بتفتحوه باتفتحوش المطاعم خليها هيك طيب ماذا ترى أنت اليوم لو بدك اتصل فيك رئيس وزراء هلأ وقل لك يا دكتور أعطيني أربع نقاط أشتغل عليهم مشان أنا أطلع يعني ما أتعمق أو ما أسبح للأزمة الاقتصادية أتعمق وأخفف المعاناة على الناس شو الأربع نصائح اللي بتعطيها أولا إذا عندك أكثر من أربعة أوكي أنا بدي أعطيه ثنتين الأولى بدي أقول من يتق الله يجعل له ما خرجون ويرزقه من حيث لا يحتسون نعم فأولا اتقوا الله في هذا المجتمع وفي المواطن الأردني ثانيا بقول وأخونا دكتور عمر يعني أنا شهادتي في مجروحة ونحترمه كشخص لكن بقوله تقدم استقالتك أنت والحكومة في أسرع وقت ممكن حتى تتركوا المجال لحكومة أخرى تتحمل هذا الضغط لأنه أنتو الله يعطيكوا العافة أكثر من هيك رايحين تتحملوا إثم إثم لأنه أنت قاعد الآن بشوف كل قطاعات المملكة تنهار لعب الخروج من الأزمة كان ممكن أنا شرحت قبل حوالي شهر من نوص قلت أنه كل يوم تأخير عن التدخل الحقيقي والذو معنا رح يخلي عملية الخروج صعبة لذلك الآن عملية الخروج أصبحت شبه مستحيلة للأردن يعني إذا بتتكلم العالم عن أنه يعود الاقتصاد العالمي إلى مستوياته السابقة ما بين سنتين إلى ثلاثة قبل خمس إلى سبع سنوات لن يعود الاقتصاد الأردني إلا إذا ربنا شيء آخر ليش بعود قبل في العالم سنتين ثلاثة لأنه زرعوا صح إحنا ولا شيء فما فيش نصائح أعطيهم إياها على الهواء لأنه مش راحين يخذوها وعندهم القدرة أنهم يخذوها لكن الله سبحانه وتعالى ما بيعمل بصر بيعمل بصيرة طيب في نهاية هذه الحقيقة أشكرك شكرا جزيل ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله توقعاتنا تطلع يعني إن شاء الله ولم يعني كما اتفقنا إحنا لا نحاول أن نرسم صورة سوداوية بالعكس نحاول أن نقرأ المستقبل لأنه ما أصبح وراء ظهرنا من حسنات وأقطاء وراء ظهرنا اليوم ماذا يريد المواطن غدا طبعا لمتابعة الحلقة على موقع قناة ايوان تي في على الفيسبوك وإلى اللقاء شكرا مرة أخرى حياك الله دكتور محمد أمين خبير والمحل الاقتصادي فيه كان ضيفي لهذا المساء دمتم برعاية الله شكرا 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 شكرا